تم ترقية جيميلاي 2.5 برو من إصدار مارس التجريبي إلى إصدار مايو بتاريخ 6.5.2025 واللي بيقدم قفزة نوعية في قدرات البرمجة خصوصاً في تحرير الوجهات الأمامية أو الفرونت اند وتصدر المركز الأول على ويب ديف أرينا وتفوق على نموذج كلوت 3.5 صونت خصوصاً في حل مشكلات الفانكشن كولينج وأصبح النموذج أكثر دقة أحد أعضاء الفريق المؤسس صرح بأن جيميلاي 2.5 برو بفضل هذا التحديث حق أداء رؤع في الاختبارات الخاصة بمسائل التقييم اللي بتتطلب إعادة هيكلة واسعة لخلفية المشروع وكان سلوك جيميلاي 2.5 برو سلوك مطور خبير قادر على اتخاذ قرارات صحيحة النهاردة إن شاء الله هنشوف بعض التطبيقات اللي تم إنتاجها بواسط جيميلاي 2.5 برو ونشوف قدراته كمان نجربه بشكل عملي ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية عشان نجرب الأبغريد الجديد لجيميلاي 2.5 برو بتاريخ 6.5.2025 داخل AI ستوديو حط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو وممكن توصل أيضاً لجيميلاي 2.5 برو عبر تطبيق جيميلاي مع الأخذة في الاعتبار وجود حد للاستخدام ولكن احنا هنجربه من خلال جوجل AI ستوديو باختيار وضع البريفيو أو المعينة بالنسبة لي الريت لميتس في 3 شرايح استخدام مدفوعة الشايحة المجانية متاحة بقدر محدود جوجل لسه ما أعلنتش على العدد الدقيق لكن يتوقع خلال ساعات يتم نديس ونبتدي نعرف أكتر عن الجزء الخاص بالريت لميتس على رغم من أن نسخة جيميلاي 2.5 برو بريفيو اللي كانت في مارس كانت نسخة جيدة جداً والنتائج بتاعتها كانت رائعة إلا أن أظهر جيميلاي 2.5 برو بريفيو بتاريخ 6.5 نتائج رائعة جداً فيه فهمه للفيديو وأيضاً فيه التعامل مع الكود لو رحنا لي الستارتر أبس علشان نبص على بعض الأبليكيشنز اللي تم إنشاءها باستخدام جيميلاي 2.5 برو النسخة المحدثة لو بصينا على حاجة زي كده فيديو تو لرنينج أب حالياً الأبليكيشن ده تم إنشاءه باستخدام جيميلاي 2.5 برو بريفيو الإصدار المحدث وهو قايم على أن انت بتدي له URL ويبتدي إن هو يعديك كل ما هو متعلق بهذا الفيديو بطريقة تعليمية سهلة ومبسطة هنا بيجنريد انتر أكتب لرنينج أبليكيشنز فروم يوتيوب كونتنت يعني أنت بتحط بس URL الخاص بالفيديو يعني نشوفوا الموضوع ده بشكل عملي على فيديو لو رحت هنا حطيت URL وأبتدي أدوز جنريتينج هنا بيتكلم عن ده فيديو من على منصة TED هنا بيقول لي جنريد انتر أكتب لرنينج أبس فروم يوتيوب كونتنت المفروض يعني هنا انتر أكتب أب بناء على الفيديو هنشوف النتيجة مع بعض دلوقتي هنا أعطاني زي انتر أكتب كده داش بورد بيقول لي مثلا هنا AI power is very limited هنا يعني الكلام ده المفروض بيكون بناء على الشرح الموجود داخل الفيديو داخل الكنتنت نفسه هنا مثلا AI is very limited minimal لو اتحركت هنا centralized طبعا أنا مش فاهمة بصراحة الموجود جوه ايه الفيديو يعني أنا خدت كده URL بشكل عشوائي ولكن هنا المفروض الشكل ده او الدياجرام ده بيعبر عن الكنتنت الموجود جوه الفيديو بيشرحه بانتر أكتب مثود او انتر أكتب وي زي ما احنا شايفين هنا الريسك او بران وي ايجينس هنا بوسيباليتي اوف افشيانسي AI كوردينيشن ديفولوبينج وهكذا تعالا نروح تاني للستارتاب أبس هتلاقي فيه شوية أبليكيشنز ايضا اعتقد منها جيميني ناينتي فايف هتحس ان هي عبارة عن واجهة كده يعني الواجهة دي لو رح تدست كده فيها بعض الابليكيشنز مثلا سي هنا جينيريتي ستوري ممكن هنا امانين بلاك جينيريتي ستوري يعني كل الابليكيشنز اللي موجودة دي انتر أكتب ابليكيشنز يعني دي واجهة كأنك كده بتشتغل على ديسكتوب وزي ما احنا شايفين لو انت مثلا نسي هنا جيم بلاير جيميني ايب تقدر تفتح الابليكيشن هنا مثلا نسي عايز تسأله اي حاجة write an article about the usage of AI in education وادو سند هيبتدي اكتب لك الارتكل حاجة في منتال جمال بصراحة ده تطبيق اخر جيميني 95 من التطبيقات اللي اتعملت بواسطة جيميني 2.5 Pro المحدث ومن اسمه كده جيميني 95 حاسة ان هو جاي من ويندوز 95 يعني لو اعتقد ان هو هنا لو كانت الواجهة الخاصة بالويندوز انت بتستخدم ويندوز 95 وبتستخدم جيميني من خلال ويندوز 95 صراحة عجبني الفكرة نفسها يعني تعال بقى احنا نجرب يعني هروح انا على الشات وهنا نبتدي نجرب تطبيق من التطبيقات ونشوف يعني ممكن ينفذها لنا ازاي لو هنا اقول له create an app with html css javascript بتسمح اليوزر يدخل monthly expenses budget tracker app يعني يعمل لي budget tracker app وابتدي ادوز run طبعا هو thinking model بياخد وقته هيخد الكود هيخد الكود كده واشوف تنفيزه هذه الapplication ممكن اهو اعمل delete وابتدي من الاول خالص اقول له ال income 5000 وايه الاول name salary خمسة transaction يتضف عندي وهكذا تنفيزه حلو بصراحة تنفيزه كويس جدا ايضا كان تنفيز 2.5 بتاريخ مارس كان برضو جيد يعني مفيش فرق اوي هو الموضوع ممكن يفرق اوي فيه تنفيز يعني الحاجات المعقدة شوية او المسائل البرمجية المعقدة فممكن بقى ايه البروجرامرز يقولونا كده في التعليقات لو يستخدموه او حيستخدموه ايه الفرق او ايه رأيهم فيه ده بالنسبة ليه التنفيز الخاص بالكود تعالا بقى نشوف حاجة من الحاجات اللي عجبتني جدا وانا افضل ان انا استخدموا بيها اروحنا على الاي اي اي هروح كده للشات اي اي ستوديو هنا هقولو ايه انا هبتدي هنا ادوس اكس كده وابتدي ارفع يوتيوب فيديو احط ال يو ار ال الخاص بيوتيوب فيديو وليكن فيديو زي ده حطيت فيديو من فيديو هاتي وهنا هقولو الاتي هنا هقولو جيد مي ن ممكن تكتب له بالعربي طبعا in this video please use html css and javascript animations to provide a simulation help to help learners to understand this video هنا قلت له اديني كده زي dashboard تكون محكاة للcontent او الconcepts اللي انا تناولتها داخل المحتوى اللي تناولتو داخل الفيديو حتدي باستخدام الاشتماعي css و javascript animations وحبتدي ادوس run وهنا بتظهر قوته في مدى فهمه لليوتيوب فيديو وعلى اساسها بيديني الاجابة على الحاجة اللي انا عايزاها حتى لو حيعملي ويبيج باستخدام الشيء ما قاله css و javascript بيبتدي يشرحلي اللي موجود جوه او يعملي simulation للي موجود داخل الفيديو فاذا دول النقطتين القويين او الابجريد الجديد بيتميز فيهم تم تنفيذ الكود حبتدي اخده copy واروح به على HTML on-line viewer علشان نشوف زي ما احنا شايفين سلايد دك meet suna AI your AI employee اعملي كمان شوية animations حلوين هنا a new generation of AI agents designed to be your digital colleague لو رحنا دسناك هنا على بالتالي يعني بالعربي sunai AI is designed to be a complete AI employee وكل ده بناء على اللي انا قلته داخل الفيديو زي ما احنا شايفين بص التنقل ما بين السلايدز هنا بس السلايد مش واضحة شوية هنا يعني الجزء ده لازم نزبطه في الكود اعتقد وهنا التنقل زي ما انتم شايفين ده بالنسبة لي ال upgrade الجديد اللي تم على gemini 2.5 proof اتمنى يكون الجديد في وصل لكم ويريد تقولوا رأيكم في التعليقات واللي جربوا ايضا يقول لي رأيه في التعليقات اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة info tech for you زي ما بقول لك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشيرو كومنت دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته